موسيقى الآن معنا عز الدين طيبي متصابق من الجزائر عز الدين لا سبيل للتغيير بدون وعي شامل والسلوك يعكس على أرض الواقع فهذه المسألة بيد الإنسان لأنه صاحب القرار وصانع التغيير فلا تغيير دون تغيير داخلي ناتج عن وعي شامل لتغيير الأنماط الفكرية والقيمية والمفاهيم التي إذا ما تغيرت فإنها ستنعكس على واقعنا كأفراد وكمجتمع مصداقا لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم للأسف نحن لم نمشي على هذه الآية ما نلاحظه في واقعنا ومن مشاهد يومية تؤرقني وتترك في قلبي الحسرة وتترك في عقلي جزم بأن السبيل الوحيد والأمثل للتغيير هو الوعي مثال على ذلك مشاهد القمامة التي تسيطر على شوارعنا لماذا؟ أليس هذا بسبب نقص الوعي البيئي؟ لدينا وعي جزء حول هذه المسألة وهو أن النظافة من الإيمان لكن سلوكنا ينافي ذلك الموظفون في العالم العربي تأخرون كثيرا عن الدوام أليس هذا نقص وعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم؟ نقص مقرؤية في الوطن العربي بحيث أن نسبة مقرؤية في العام للفرد العربي ربع صفحة من الكتاب عار والله كذلك انتخاب شخص وشيخ هرم أكل عليه الدهر وشرف لقيادة مجتمع شبابي أو انتخاب شخص معاق على كرسي متحرك غير قادر على أداء وظيفته الفيزيولوجية لقيادة شباب لقيادة مجتمع شبابي جزائري ما سبب هذا التدهر بربكم؟ هذه المظاهر اليومية تركتني أجزم أن التغيير الأساسي يكون بالوعي فبالوعي يدرك المرء ذاته بالوعي يدرك المرء أبكاره بالوعي يدرك المرء أحاسيسه سنصبح مدركين لمحيطنا مدركين للفرص مدركين للتحديات مدركين للوسائل المتوفرة والتي تقودنا إلى تغيير حقيقي سأذكر لكم بما أن لكي نصل إلى المستقبل يجب علينا أن نمر بالتاريخ سأذكر لكم نموذج تاريخي يرسخ هذه الفكرة فكرة الوعي الرسالات السماوية والأديان جاءت لإحداث تغيير في بنية المجتمع صح؟ بربكم هذه الرسالات السماوية وآخر رسالة جاءت أليست هي الرسالة المحمدية؟ ما هو الخطاب الذي حملته هذه الرسالة؟ الرسالة المحمدية ما هو الخطاب الذي حملته؟ الخطاب الذي حملته هذه الرسالة هو إقرأ بمعنى إوعاء إقرأ هذه الهمسة التي قيلت لذلك الرجل الأمي في عزلته في ذلك الغار المظلم لإنارة سبيل الأمة من بعده اقرأ هذه الكلمة السر التي بنت حضارة لمدة طويلة وأحدثت تغيير مستمر وأنتجت حضارة رائعة بشهادة الجميع على عكس رسالات السابقة الخطاب المحمدي جاء برسالات سابقة كانت عبارة عن أحاسيس كانت تحمل خطاب حسي بمعنى عصى تسعى أو يد بيضاء أو طير يعود إلى الحياة لكن في هذه الرسالة المحمدية ولربما لأنها الأخيرة حملت منطمون آخر وسيغى أخرى إنها أول مرة تخاطب العقل الإنساني سأذكر نموذج آخر من بلدي إبانا الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر المئة وثلاثين سنة مئة وثلاثين سنة هذه المدة الطويلة لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يستعمر أرضانا فقط فرنسا لم تستعمر أرضانا فقط بل استعمرت على عالم الأفكار كذلك عبد الحميد بن باديس عبد الحميد بن باديس أدرك بأن السبيل الوحيد للخروج من الاستعمار هو التخلص من القيود الفكرية أولا لذلك قام بإنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الحميد بن باديس نشر الواعي لدى الجزائريين بإنشاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين بعد ذلك بعشرين سنة أبناء أبن حميد بن بديس وتلاميذته قاموا بإطلاق شرارة أعظم طورة في العالم وهي الطورة الجزائرية لهذا فالانتفاضة التي تقام على أساس نشر الوعي ستحت التغيير حقيقي كما حدث في اليابان إبانا العهد الميجي وبعد قنبلة هيروشيما ونكازاكي مباشرة أقول مباشرة لجأوا إلى التعليم ونشر الوعي فبنت لنا هذه الفكرة أعظم نموذج حاليا وهو النموذج الياباني رغم عدم وجود أي مقومات طبيعية لأن اليابان استثمرت في الإنسان وتستثمر في البنيان مشكلتنا في العالم العربي نستثمر في البنيان تخيلوا إذا قدر الله وحدثت كارثة طبيعية سيزول عالم الأشياء فإذا ما فقد المجتمع حينها السيطرة على عالم الأفكار فسيكون الخراب ماحقا فإنقاذ عالم الأفكار أهم من إنقاذ عالم الأشياء لهذا يا جماعة نقص وعي الشعوب يكون بأخصب للدكتاتوريات وقمع الحريات وإهدار الطاقات وهذه أكبر مؤشرات التخلف والركود مالك بن نبي المفكر الجزائري أشار إلى ذلك فقال الحكومة ما هي إلا آلة اجتماعية تتغير تبعا للوسط الذي تعيش فيه وتتنوع معه فإذا كان الوسط حرا نظيفا واعيا فلا تستطيع الحكومة أن تواجهه بما ليس فيه فالمتأمل في إرادة شعوب العربية في التغيير في الآونة الأخيرة يلاحظ انحرافها عن مسعارها وذلك بسبب نقص الوعي فشمولية الوعي وتصديقه على أرض الواقع بسلوك متطابق مع قيمنا بدون أن ننسلق عن جلدتنا سيحدث التغيير المنشود في عدة مجالات التعليمية الثقافية الاجتماعية لهذا أؤمن إيمانا جاسما أن الوعي الفعال والشامل والسلوك الصحيح سيقدرنا لإحداث تغيير في عالمنا العربي عز الدين طيبي شكرا لهذا العرض إذن التغيير يكمن في الوعي وإقرأ وعيد شكرا اشتركوا في القناة